تونس إلى الأمام في الملاعب في الملاعب عنف كبير في اليوم استفحال للفقر في نفس الوقت تضخم قاعد يتقدم في نفس الوقت تونس تارح على نفسها من خلال مشاريع رئيس الجمهورية دستور جديد انتخابات في ديسمبر دولة جديدة جمهورية جديدة يقول ماذا رأيك في هذا الكل؟ هذا حرك عادي؟ هو فما حاجة أخطر من هذي كله هذا اختير لك فما حاجة أخطر هو الانحدار القيمي في التعامل في علاقة بالأفكار اللي تترح معت هاليوم الحاجة الطاغية أنه وقت اللي إليس يقول فكرة ما انتعملش مع الفكرة كبفكرة انتعمل معها بطريقة السب والسب هو أضعف الطرق في التعامل مع الأفكار الصعيب شنوه الصعيب كيفاش تناطح فكرة بفكرة يهريت تولي كل شيء يقوم على قاعدة النقاش بين الأفكار اللي قلته صحيح معناها وضع معقد برشا أنا كي نحطه في الإطار العام ومن منطلقات معناتها مقاييس تقييمي للوضع الحالي راه هو أحنا قاعدين نتحول ملعة كما إلى مستقبل من المفروض يكون أفضل أصعب مرحلة في التاريخ الكل واللي تتعقد فيها الأمور وتختلط ويكثر فيها الانتهازيين ويكثر فيها المدمرين ويكثر فيها المحتكرين هي مرحلة ما بين العتمة والمستقبل الأفضل نحن نعيش المرحلة هذه توا الصعبة برشا اللي تداخلت فيها الأمور وصعب فيها الوضع وأصبحت ربما المعطيات لكلها قائمة على مجرد إشاعات فضل لكن سمحني سعبيدي فضلك ومبعثنا نمشيه لآخر تصريحاتك المقارع الحجة بالحجة مرحبا والمشروع بالمشروع مرحبا لكن بين 25 جوليا شكون أول واحد حط على الطاولة فكرة الفرز رئيس الجمهورية ومناصرية بالفعل لأننا في مرحلة فرز والفرز تعمل لكن ممشيش للفرز كهو سعبيدي أنا نتفعل مع كلمك أنت وقت اللي يتحط على الطاولة كلمة التطهير وقت اللي يتحط على الطاولة فكرة التخوين وين المقارع الفكرة بالفكرة اليوم رئيس الجمهورية المصطلحات هذه المصطلحات سياسية لكن هي اللي موجودة لا مصطلحات سياسية نقول هذه الفكرة خائنة للمصار العام وقالي أنا نحدد شنو المصار كلمة التخوين كلمة سياسية مش هذا اللي نحكي عليه وكلمة تنقيله بسياسي وكلمة تنقيله بسياسي كلمة تنقيله بسياسي هذاك الانهيار القيمي راهو انقلاب كلمة من حقك تكون انقلابا هل يمشنا سألك سؤال أسهل برشا من هذا اليوم إدارة ما بعد 25 جويل كميم رانا داخلينا على العام رانا بدينا نقبل دونك اليوم شنوه رائع في إدارة هالمصار هذا المصار هذا فيه برشا نقاص والقضية قضية مصار 25 جويل أحيانا نحس وقول لي الرئيس بيدو ما هوش في عمق المصار متع 25 جويل لانا نقول هالك مسطرة بعشرين سطر أحمر تقول لي بنا طريقة بنا عملية عملية التأخير الحاصلة في برشا حاجات تؤكد أن تفاعل الرئيس بيدو مع الأهداف المرسومة في 25 جويل كان تفاعل بطيء جدا البطء هذا علش نشير له لأنه أثر سلبا على المصار بقدر ما أنت تبطى في اتخاذ الإجراءات بقدر ما تفسح مجالات النس خلينا باش يمشيوا لقدام أكثر لدرجة أنه يوصلوا يتشكلوا سياسيا من جديد ويعملوا جبهة من جديد يولوا بيدهم وكأنهم مسموعين في العالم تسيب لهم أنت المصار ويمشيوا في مستوى الدول يروزوا في شائعة واحدة ولا في حديث واحد بأنه تونس فيها انقلابة ستراء وانت ما تعملش حتى حزام انت حتى الأحزاب السياسية وإلا المنظمات وإلا الجمعيات اللي تقول أحنا مع المصار انت 25 جويل ما عملتش مجموعة كمسياتك سعبيد أنا بالنسبة لها من إيش نحكي على ذاتي مش قضية نحكي على حد الشغل نحكي على أحزاب لغرة كالمفروض بالتوازي شنو اللي يصير بالتوازي هذا ماشي يتحدث ويضرب في مسار 25 جويل مش برك أنت تمشي بالديبلوماسية الرسمية لأنه في العالم وقت يتمشي ناس من خارج السلطة وهم أحزاب دعمين للمسار رأوا يتسمعوا أكثر من دبلوماسية الرسمية هذا ما تمش نعطيك عزوخنا ما تماتش أعتنيت بالسياسي ستريز أمورتون إيه نعم يلزم السياسي ويلزم الحلول السياسية ويلزم كيفاش نمشي ونعديوها المرحلة الإستثنائية ممتاز جدا لكن بالتوازي الأزمة الكبرى اللي تعيشها البلاد هي هزمة اقتصادية وشتماعية كان من المفروض معناها من وقت هيتم لينكيبها بتمشي يامبرالات آي سيدش بش نعملوا بش نطيحوا في نفس المسار السابق ونعملوا قوانين مالية ما تختلفش على قبل وإلا لابد من الإنكيباب على تحديد برنامج بالنسبة لتو مثل مدد الساوات طيب أنت سي عبيد طيب أنت سي عبيد الرجل النقابي والسياسي المحنك كيف تنظر لهذا الكل شو رايك عليش زعمها التأخير هذا ياخي رئيس الجمهورية ما كانش عنده خطة وإلا خطة رئيس الجمهورية أنه يطول ما أنا ما نقولش خطه أنه يطول ما إلا كان بشتولي دولة جديدة سمح لك دستور جديد سمح لك دستور جديد يشمع لها هذك مستمرش خليك تجيب سمح لا مستمرش 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 هي محاولة لتفسير أنا نقول التيار الجارف اللي كان موجود مقبل 25 ومش في العشر سنوات من قبل كان فهمة تيار جارف في المسألة الديمقراطية وذلك علش ما كانتش يفهمة بالنسبة لها وسس الجمهورية الكاملة وهذاك علش جمهورية جديدة وهني بيش نجيها في الجوب معنا في الجزء الثاني من الجوب أراه المرمى كبيرها تقول الناس الكلها يحكيوا حتى الناس المتمسكين من اللولة 25 يقول لك نعم لابد من تصحيح وقالوا أخطأنا في ظرف معين وقالوا البلاد الدمرت وقالوا 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 وين جيت مس حاجة تلقاها قوم لموقوف تتفجر معا حاجة وحدة أخرى يمكن هذا هو التفسير الوحيد اللي خلى التعطيل هذا موخ الهادرة قاعد يقول لي عبيد البريكي قوى الجذب إلى الوراء والدولة العميقة قوية إلى درجة أنه رئيس الجمهورية روزنيم تتويلت هذا من الأسباب الرئيسية اللي أدتي لما أدتي في كل شيء لكن سمحني لكن سمحني وانعشته من موقع صورة لكن سي عبيد سمحني يقول القيل فما حاجات بموجب المرسيم تصير في رمشة عين دكوردو لعند حتى علاقة بالدولة العميقة رفع الرفع والتخلي على بعض مثلا الترخيص في الاقتصاد وهذا صار جزء منه لكن ممشيش للرسمي منخ الحريات الشباب اللي طالب الكريبتوموني اللي طالب أنه تسيب الدرون اللي طالب حاجات سهلة لم يأتي 25 جويل يبي بديل أعطى شم هكا أكسيجان ما عندها حتى علاقة بالدولة العميقة الدولة العميقة كانت تنجم تخزر لها في عينها وتقولها هاو أنا نوريك لبون براتيك هاو أنا نوريك وين الممارسات الفضلة اللي أنت هل قلت لك هل عميش ما صار هل ندخل هل دولة العميقة هل دولة العميقة هي حتى هذه اللي قلت هل أنت على هميتها مسائل ما تنجم تجي إلا في إطار إصلاع عميق في البرنامج وبرامج واحد أخر عايشك مرحبا بتقول الحكومة هذه هي حكومة مؤقتة شنو تحكي على الإصلاحات الكبرى مش مصالوحياتها وبالتسجيلات في البلاتول كلها تبعني يا ياسم لي الحكومة هذه متنجمش وهي حكومة عمرها محدود باش تعمل إجراءات وإصلاحات عميقة تحمل فيها الشعب التونسي جملة من الأشياء هذا صحيح ايه بورطان تنجم تمشي إجراءات لفمي اللي هي إجراءات غير وجد تونس حتى بالنسبة أنا قلت راي أنا قلت قلت حتى بالنسبة إلى لفمي آليات التفاوض وطرق التفاوض والأحديث مع لفمي بنفس المنطق السابق لن يخرج البلاد مما هي عليها نزيد نعودها لك وجيتك مرة هنا وقلت لك البديل هو محاولة إصلاح عميقة مستقبلا تطرح مجال متع تفاوض وحده أخر مع المؤسسات المالية الدولية هذا ما فيش معتها حتى نقاش تبقى بالنسبة للجمهورية الجديدة والمقديمة تترى في الجانب هذا إذا نقيموا في سا في سا المصارف مقبل حتى في أهد برقيبة النجم نحكي وأحنا على جمهورية كاملة وعلى انتخابات تمثيلية فعلية هنا رجعين لو جوزت بعد الفاصل خطر هذا في قلب المقترح اللي موجود للتوين سأمن عرش ناوين ينخرت ويعرفو في بلهم به ما في بلهم مش عينهم بش يسمعوه اليوم فامة مقترحات منها نظام قاعدي انت تقول لي ماذا يا تونس لا تحتمل عبيد لبريكي أمين عام حركة تونس إلى الأمام تونس لا تحتمل النظام القاعدي هذا تصريحك البارح رغبانك من موسندير رئيس الجمهورية في جراءات 25 جويلة وتعرف اللي المشروع هذا قاعد يدفع عليهم من عديد أنصار رئيس الجمهورية مطروح مش مطروح نظام قاعدي أي نظام انتخابي أنتو كان رئيس الجمهورية اللي قاله قال اقتراع على الأفراد في دورتين هذا الشخص طيب معنتها خلينا نبدأ بملاحظة عامة مجموعة 25 جويلة أنا نقول احنا مع عاما صار تحدد أهدافه من الأول والتشخيص فيه مشكل مع الرئيس ولا ضد الرئيس مع عاما صار جديد يبدو تونس واحدة أخرى يلقى فيها الشباب اللي كنت أحكي عليه في الأفراد موقعه ونبنو اقتصاد واحد آخر واجتماع واحد آخر ومصار سياسي آخر معناها يقوم على مشهد سياسي ما هوش مبتذل وإنما ينظر في مساء التونس هذا هو معناها مع تمشي طيب التمشي هذا شنو يطلم وقفة تقييمية صغيرة تنقول يلزم جمهورية جديدة جديدة دونكالسانس نرجعوا للديمقراطية في مفهومها اللي تعرفوا الناس كل زيد بندخله في برشة طفاصية الديمقراطية عندها ثلاث مكونات مش عشرين لو لاني رأوا الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التمثيلية وفي الفصل 117 ولا في القانون اللي يخرجوا الرئيس وقتها مشروع الأمر ولا الأمر يقول انتخابات مباشرة من الشعب انتخاب مجلس نواب من الشعب لون كذا هو التمثيلية تمثيلية تقتضي وصايت من الوصايت لحزاب السياسي واللي يحكي اليوم لأنه العزاب ما تصيرش أصلا وإلا نطيحوا وقتها في الفصل الأول من الكتاب الأخذر وهما حتى جمعا يقولوا النظام القاعد يقولوا احنا ما عناش علاقة بالكتاب الأخذر طيب اثنين الديمقراطية التشاركية الجزء الثاني من الديمقراطية في المفهوم اللي أنا نعرف والله هما فماشي كتب بأخرى كتب جديدة عن الديمقراطية شنية التشاركية طيب استنيني نقول لك ثمن نظام القاعد الديمقراطية الشعبية باه هذا هو اللي بشتقول لثمن اثنين الديمقراطية التشاركية الانتخابات البلدية اللي صار مش خاطر البلديات والمجالس البلدية خائبة كمبدأ لكن الطريقة والقانون أدى إلى ما أدى إلى هذا الثالث والثالث والمهم في الديمقراطية هي المباشرة شكون يمارسها يمارسها الشعب عبر إيش عبر الاستفتاء هذا ما تحتاجه تونس في المرحلة الحالية تقول لي قبل عشناه ولا قل لك الديمقراطية في بعدها السياسي كانت مضروبة بدليلين الأول الرئاسة مدى الحياة والثاني تنقيح الدستور من أجل فتح المجال للسيطرة على السلطة من جديد والثالث نتفض على الهتوان سبب نتفض عليها هذك عليش من أجموش لا نحكيه عليها تنظر للقديم كيفش كان عظم السنو بيتحد ديوم يجب تبني حاجة جديدة ديمقراطية تمثيلية فعلا بايش هذية بالنظام الانتخابي مش بالقانون الانتخابي بالمناخ الانتخابي راهوا الانتخابات الجيم في أشكال القانون فيها المناخ اللي حيط فيها الأعلام فيها قنوات معتها أعلامية كانت مساندة شخص وإلا أثنين وما شاهدت ماشيه هذا هذا ما عاش يجب يأكل في الجاي فيها صبر الأراء إلا متاهو هي عند الخواص يتعبلوا كما يحبوا بالطريقة اللي يحبوا المفروض الدولة تدخل في النهاية إذا فما صبر علىها باش تكون قريبة الموضوعية مش كلمنا نحكي لك المهم في الوضع الحالي فما مناخ عام مسألة الانتخابات على الأفراد ولا على القائمات أحنا جربنا الانتخاب على القائمات هذا شعطات يمكن الانتخابات على الأفراد تعطي حاجة أفضل ماذا ما هي شيء بالنسبة لنا أحنا في تصور نحن في تصور قدية كبيرة ولي دورتين مشكلة رجل الدولة رجل السياس الملاحظة الملاحظة الأخرانية أفاق ومستقبل المرأة عندما تكون الانتخابات على الأفراد وعلى دورتين هو أفاق المرأة كي تبدأ عنا هيئة انتخابات ما فيها حتى مرأة لا لا أنا بالنسبة لي مهم جدا مهم كان المفروض يكون فيها مرأة ولا ثنين لكن ما هوش مؤشر علاش انت وقال الانتخابات كيفيف فما مقترح قاعد يتناقش وكيد في بينكم دي أنه ترشيح الواحد يكون في ثنين معناتها الترشيح الواحد في مرأة وراجل وقتها باش نوصل لحاجات أخرى بلوز أمبرتون في المشهد الحالي اللي فما نساء طلعوا المجلس النواب وقت دي يجي تسئلهم يقول لك احنا ولا يتحطينا في قايمة طلعنا خلي المرجعات تصفة سوريا قصدك قصدك كنت الآن المجتمع المدني قاعد يخمم في إليات نجم يتم اقتراحها وتكون أفضل من قبل للمحافظة على التناصف خلال الانتخابات بالنسبة للنظام القاعدي قد يكون في المطلق به فيه برشة إغراءات الشعب يمارس لكن النظام القاعدي لا يتلائم ولا يتماشى مع بلادنا في الوضع الحالي خلي الناس تطرحوا يكون محل نقاش فيها الحوار وخلي نتبادلوا الحوار فيه شمعنا نعطيك مثال بسيط برش بسيط يس تجي في حي أنا عندي حي في جرجيس فيه برشة عروش العروش فيه برشة أتياف سياسي شباش يصير لما تولي على الانتخابات العمادة هذيك معاش بتأكل لا كفاءة ولا انتماءات في النهاية باش يجيوا العروش الكل على اختلافهم يرشحوا واحد وباش نرجعوا من جديد الصراع القبائل وصراع العروش وندخلوا فيه مصار معانتها سيئ جدا اللي خوف أنه بالمنطق هذا مهما حاولوا الجماعة اللي نظروله معانتها يبعدوا على الكتاب الأخضر تجسيم واضح للكتاب الأخضر من خلال هذا سواء كان في التمثيل قلته لك معانتها التمثيل وتجيل شعار المرفوع وإلا وهذا ينجر على مسألة التمثيل تجيل من تحزب خان والوسائط معاش عندها دور وثالثاً اللي جان الشعبية في كل مكان هذه الشعرات اللي لما تنظر للمشروع هو اللي يجسمها هالمشروع هذا حتى في آخر حيات القذافي بشافي أنه سيف الإسلام يحاول يبدل حتى هو على اللي بي معاستنسجم أنا نقول بلادنا قد تحتاج إلى هذا لاحقاً في ذل المستوى وحد آخر في ذل التطور وحد آخر وقت نحكي على الديمقراطية الشعبية بهذا المنطق تونس ما تحتمل لش هذا تونس في وضع سيء تطلب حلول سريعة تكرس الديمقراطية في أسسها معتها المهمة من أجل أنه ندفع لقدام ونخرج من الوضع اللي حالا فيه عبيد برشا برشا المفاهيم في اللي اللي كنت أقول فيه ونجم ونحكي وفيهم لساعات لكن نرجع الفكرة سيدة الآن البعض يقول أنه فما أحزاب قد تحل بمفعول قانون دكرة سنكمل سعبت هذا تقريباً الجميع قاعد يقول وحتى كان قاعد الجميع يقول يا ولادي حتى كان ثبتا فالمسؤوليات شخصية ليست مسؤوليات مدنية سياسية لمنع أحزاب من النشاط بدل ولا دخل عباد الحبس بموجب القانون وبعض التقاضي على بثلاث درجات هذه الحاجرول لكن فما شكون يقول أنه الأحزاب بش يتم القضاء عليها بموجب القانون الانتخابي كيفاش يعني القضاء على التعددية الحزبية والفكرية من خلال قانون انتخابي يقول يا أخويا تعرفش كيفاها خلال الفترة الانتخابية لا يمكن أنك تتقدم للانتخابات بأليافطة الحزبية تقدم كاسي عبيد لبريكي أما كان عبيد لبريكي يتكلم في الانتخابات ونزلق الزلسان وقال أنا رانا في في تونس إلى الأمام عنا سنوات نفكر فيه تعبط عليك لزي جديدة وتقولك يا أخويا هذا ممنوع بالقانون ولذا فما شكون يتكلم على أنه التعدد ده الفكرية والحزبية سيتم إلغاءها خلينا نحطها في طرعا بالنسبة للحديث على حلال الأحزاب معتها اليوم فما برشة معرقلات وتعطيلات تدخل في اللي طار يكون نقول فيه كما أخويا فأحزاب كما ركبش تتحل كلام فاضي لأنه أنا ما نتصورش أنا أسين يعني قدامك تفضل ما نتصورش دستور لا ينصه بشكل واضح على حق الأحزاب والحرية في إنشاء أحزاب وتنظيمها وجمعيات أيضا ما نتصوروش عملية ما نتصوروش هذا ما يتعدىش لكن أنت تعرف لكن أنت تعرف خلينا نقول أنت تعرف أنت تعرف عبيد لبريكي أنك تنجم الدستور لكن من برد تعمل قانون انتخابي ولا تعمل قانون أحزاب هذه جاية في الجزء الثاني من سؤالك إذا تنصص إذا تنصص صراحة في الدستور وهو الأقوى على مسألة كما هذه لا قيمة لفصل يقر بالحق في التنظم الحزبي دون أن يمكن الحزب من ترشي حتى على الأفراد فرق باسمه ما عاش عندها قيمة وقتها زيد نعمل فيها أحزاب وننص على حرية الأحزاب وحقها في التنظم هذا الجانب له للثاني رأوا عندما نقوله الأحزاب مش باش تتحل رأوا فما أحزاب إذا كان يثبت بشكل أو بآخر وفق مقيس معينة أنه الأحزاب هذه أخطط عمليا معانتها ومش أخطط برك يثبت من خلال محكمة المحاسبات من خلال مدرش نوع اللي المال الفاسد لها بدور كبير في إنشاءها إذا كان ثبتة أنه مارسة العنف إذا كان ثبتة أنه مارسة الغتيالات شو معناها جريمة حلانها بالعكس هنكمل لك هنا هذا من الحاجات اللي يؤخر فيها الرئيس قلنا متنجم مش تعمل انتخابات شفافة وانتخابات تنظيفة بلاش محاسبة فعالية والمحاسبة علاقات لحجاج الثالثة مش إجي يتهم وانتخلفهم حاجة وبعدها مش مشير جزء ثاني من سؤالي هذا ش يعني سعبيد هذا يعني إذا كان الزمن قضائي ما قابلش الزمن الانتخاب شو نعمله يلزم يقابل بعض شو نعمله شو نعمله شو نعمله نلزم 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 انت عملت انت من لول قلت هاي الأهداف الفساد المالي والإداري معتها مكفحته الثاني ها بشي جواب نجم يقابل بعض ها بشي جواب ها بشي جواب ها بشي جواب بالحجة هاي الثاني قلت اللغتية لا تنجانب الأعملي قلت هذوم كل من يجم يكونوا لبي قضاء مستقل ومشكل المجلس على القضاء وقلت الرابع نعود إلى الأصل صدر بدل المجلس على القضاء هاي الملفات ما زالت الرقدة أنت قلت المحاسبة قبل الانتخابات لأنه ينزل مناخ الانتخاب مزالت بالنسبة لنا ما زالت لا لا بالنسبة لنا الفرصة قائمة وهذا اللي يجب يمشي فيه الرئيس ومراكش برك على حوار هاي ننظر فيه الدستور وننظر فيه اللي يجب ننظر فيه في المناخ الانتخابي اللي جزء منه محاسبة كل من أجر ما في حق البلاد بسيطة العملية احنا من نجموش نتصور انتخابات شفافة انتخابات نازيها بلاش هذا هذك علاش فم حديث على أنه أحزاب معنية ومش الأحزاب الكل وكأنه عملية توتير الأجواء من أجل تعطيل كل حوار ينجم خرجنا من اللي احنا فيه مجهد برك يا عطل الحرائق قعدة تعطل الملاعب اللي صير والعنف والتشنش قعد عطل مجهد برك لأنك تجي اليوم وتقلبت الموازين وهذا هو الأخطر في تونس قبل الوقت لوحد يحكي مع سفير نبدو نقوله هذا عميل اليوم ولت القعدة العامة شرف ليه ولا وقت اللي جيل سفير يصوره معاه ويحكيله على تونس الأمور تبدد القيم طاحت والأمور واللي تمشي على رأسها لازم تتصحح بره اللوزع على حال داخلي بره يسيدي أنس اللي فات وهت تحذر الانتخابات جاية لأنه ما عاش تحكي له القدام وشعب تونس يقولوا به وعليه شعب تونس كانت تحط على كرشه الحجرة اللي حطوه على كرش بلال كل مواطن تونس ما عادش عنده رغبة في العودة إلى الوراء لكن هذا يتطلب أنه رئيس الدولة يخرج للناس ويعمل خطاب هذا ووضح ها هو وضعنا سمعني مليح واصبروا معاه شوية وقودوا خير ياريت هالخطاب هذا وهذا وقته يوضح للناس ويعطي الأمل للناس وقدام الرأس المال الوطني عنه الخطاب هذا وقعد يحاول يهني في الناس ويلتحق بينا في استوديو يوسف عبيدة المحال القانوني لمضامة البوصلة يوسف مرحبا بك شكرا لك على قبول الدعوة نعيش كليس كنت تحكي معايا حبيت ترتفع لك على سين نيفر شو اللي أثرت ما لها اللي قالوا به اي اللي قالوا به متنجمش تحكي على التطور الاستثمار اللي هو المهم توا في ظهر الصعوبات الحالية فما الاستقرار السياسي مهم واحده ما يكفيش إذا ما فهمش أمن الاجتماع هذوما الحاجتين اللي ينجموا يدفع وفي ظمة شكونا في ظمة الناس ولكل نس كل بيسنا أنا ما علي كله في ظمة اللي يحكم في ظمة اللي يحكم استلنا شو بدل المساهيم ولهنا في تونس يعطي تواهر لكن انت تقول يجا نتحاور وانا نقول لك نعرف عندك وثيقة حاضرة مثلا من داخل الحوار نسكروا القوس خلسكروا نعطي الملاحظة الثانية لا 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 عادة هذه عادة هذه نحلوا عليها حوار نحلوا عليها يكتب يلا ترى انت اليوم مكشو موافق على موقف الاتحاد لا لا موقف الاتحاد حاجة أخرى موقف الاتحاد يقول لك ما تجيب ليش وثيقة واضح كاملة أبرندروا أليسي ربوان لا حتى في الحوار يقول لك كل شي قابل للنقاش بما فيه كان جي مسودة معناها قابلة للنقاش في كل فصولها خاصة المتعلقة ببناء مستقبل تونس وهذا موقف سليم في النقاش ياسي عبيدة شكون قابل الفرز وشكون قادراني أنا ما نجيبش الناس اللي نعتبرهم فيز دي لا ما نعتبرش المنجيبش الناس الاتحاد قال للناس كل تحضر لا نحكي الرئيس 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 أراه أراه أحنا بالنسبة لنا معناها في النهاية هو حرش يعمل أحنا قلنا الحوار يقتضي اليوم لأخذ بعيدا اعتبار الفرز اللي تم في البلاد أنا اليوم ما ننحبش نرجع للحوار السابق شمعناتها واسمعني فيها ما تقطعنيش حتى نص ثانية قبل كان فما مشهد فيه النداء وفيه النهضة واحد يقول لن كذا ولن كذا مليون لن حتى معناها كالزامة خشارية تمت بعد مدة الحوار أدى إلى حاجة واحد أخرى نسموه توافق مش اتفاق التوافق هذا علينا شنو يقول يقوم عليها نحب ونقسم المصالح ونقسم السلطة وقسمين السلطة فما ملفات موجودة كل واحد يحب يقايد ما في علاقة بالأخر تتعاود نفس التجربة وقتاش بين قلب تونس وبين النهضة من جديد اليوم انت جيت كل انت منقلب وانا بش نجي نحوار معك على شنو في النهاية يقابل بمبدأ المرحلة هذه كانتهت واحنا في مرحلة جديدة ايجا نتحاول اللي يقول هيك هذا في النهاية ما عني بالنسبة لنا بالحوار عمليا وفي اختلافات حتى هذا فما اللي يدعو للقاعد وفما اللي ما يدعو شتترى الاتحاد حسب ما نفهم وربما عاش نفهم الاتحاد يقول الحوار أنا رافضه إذا فم إذا فم وثيقة جاهزة أبروندر واليسي واحنا في النهاية حوار فيها كل المسائل مطروحة للنقاش فيها علاقة بالدستور اللي فيه الجانب الحقوقي أنا نعرف الموقف هذا يمكن شي معناها خلي يزدوا يوضحون خلي نكمل لكم ولاحظة مع السيئة نيفر احنا نتخلنا في هذهك سعبيدي فضلك اليوم وقت اللي سيسامي التهري رجل جدي ولا رجل غير جدي سمعتوا لا جدي ولا غير جدي وقت اللي يقول لن نكون شركاء في جريمة قتل الأحزاب يتكلم على معلومات الرجل عنده يتكلم على يتكلم على تفكير صاير داخل مطبخ يا سيدي احنا زادة احنا لن نكون تواضح حزب بجي كان حزب بش نقول لك شريك في قتل الحزب في موقف لك شعار من تحزب أخان هذا كلام فاثي سعار تمفيل تدجيل هذا كلام فاثي شعار اقصاء الأحزاب من الانتخابات يتم إصداره في مرسوم للأحزاب شوه هذا بش تدرسو فراه مش حزب حتى يتحرك أنا ما حبيش نحكي لك على حزب فراه اليوم الأحزاب وعد فما تسع أحزاب وعاوب أنه المرحلة المقبلة تقتضي حتى لو نمشيوا على أفراد أنه كي تدخل واحدك ما عندك وين توصل بش تقعد مقزم شفما التسع أحزاب قادة تقعد فيه بينهم وساء يأتيك بالأخبار الأسبوع الجاي معانتها التصور المكتمل في ثلاثة مسائل واحدة عن الاقتصادي فما حاجتين أخرين مهمين التوازنات في العالم اليوم يلزم البلاد تونس هذه تأخذها بها الاعتبار باقومتها وموقع روسيا في الخضم الجاي ما نقعدوش مسكرين في اتجاه واحد وهذا نجم يخدم الصناعة والثاني اتفاقات الشراكة والتبادل مع بعض بلدان في العالم اللي هاتكتنا لابد من مراجعتها وبشكل ملح من أجل التقليص ما أمكن من توريد حاجات زيدة أذرت بمؤسساتنا في البلاد يصف عبيت مرحبا بيك يصف تحية لك وتحية المجتمع المدني وشكرا لكم لكل مرة اللي ننتكيو عليكم نلقاوكم وتفسروا المستمعين وترافقونا وتفسروا حطرين احنا تعديل القانون الأساسي الهيئة العلية لمستقل للانتخابات منظمة بوصلة عندها موقف من المرسوم كيفاش ينجم يتغير ولا يمس من طبيعة الهيئة وخاصيتها وبعد تنسمع شوية ساعة عبيد في الموضوع تفضل يعيش كليا زاد على هالفضاء ونفهم نقاش بالحجج والحجج المضاد مرحبا بيك كما قلت أنت منظمة البوصلة كان مقفها واضح من تنقيح القانون المتعلق بالهيئة العلية المستقلة للانتخابات في الموقف المبدئ هو رفض بشدة لهذه التنقيحات عليش ليه ثلاثة أسباب ولا تخوى كاتيجوري دو غيزان الأول حاجة من ناحية المضمون المضمون التنقيحات اللي أدخلت على القانون متعليزي مهيش تنقيحات تمس من بعض الجوانبي تمس من الأسس متع الهيئة العلية المستقلة اللي انتخاباته هي اسمها هيئة العلية المستقلة العلية سي بلوتو سيمبوليك فوق نسكل المستقلة والخاصية الكبرى تغيير التركيبة بشكل جذري ولا فما تحكم كل من قبل السلطة التنفيذية في عملية التعيين إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عبر ما مر المجلس الأعلى للقضاء المؤقت اللي هو بيدو معين من قبل السيدة رئيس الجمهورية تواصل زيادة بعض الإخليلات اللي شوف يقبل اللي مثلا تعيين الرئيس يقدمه عند رئيس الجمهورية مش من داخل المجلس الهيئة المدة المدة متاع الهيئة ذي اللي هي حتى كبش نشوف في حتى كان نقبله جدلا بفكرة رئيس الجمهورية على الأقل كانت تكون هيئة مؤقتة دونك أربع سنين ستتجاوز بالضرورة الحالة الاستثنائية اللهم كان الحال الاستثنائية ستمتد إلى أربع سنوات وصبع أشكال في أن أفرادها مثلا من توا منذ خمسة سنوات عطاير عبيد شيء هذي سعبيت أنت اللي كنت كما قلنا رجل دولة زادة في وقت من الأوقات وديما رجل دولة لكن فكرة تضارب المصالح تعرف قيمتها في في الوظيفة العمومية وقدش هي نخاف منها وقدش فكرة اليوم فمش قاعد يقول يقول وقاعدين نشوفه فيه قلت موش تضارب مصالح فقط قلت يا أخويا أنت ياري ديمقراطية ناشئة وما زالك تلوج وتتطلع إلى أنه كل كل الأطراف تكون على نفس المسافة من السلطة التنفيذية وفي مسار انتخابي رئيس الجمهورية يستغل وضع استثنائي ويحط إزي على المقاس طي ما أنا يمكن لحديث فيه طوله ما ديش بش نطول فيه في جملتين أنا نحترم مرأي المغاير طبعا ونس قاعدة تخدم أنا روح مخدمت معا وقلي كنت في الوظيفة العمومية وكان برشا معزوز مع مراقبين وبوصل شنو البديل إذا مش هذا شنو البديل شنو البديل وقت أنك ترجع للمنظومة القديمة وتحاول تنقع القانون تأهي تلهي على المستقل الاتخابات شنو البديل لا والله مقتنع بش تحب نحلف لك طب يا الله دلائمان مقتنع يا في المياه يتقبل اسمحني في العبارة مسألة جوهرية بالإجراءات الاستثنائية والوضع الاستثنائي الذي كان حتمي للقطع مع منظومة كانت تقوم على المحاصصة في كل شيء بما فيها انتخاب الهيئات المستقلة وينسى حب على برشاهيات مش هيئة واحدة يتقبل هذا ووقتها تمشي القدام وفهم حاجات قابلة للمراجعة صحيح اللي يقول فيه أربع سنين يتجاوز الاستثنائي ايه احنا رانا ننبزه الناس كل في اتجاه تجاوز الاستثنائي وانتخاب المؤسسات القارية وغضوا في الهيئة الرئاسية وقت اللي جاي طبيعة النظام السياسي مثلا رمال مش بدلها شنو النظام اللي ماشين فيه يا انترا رياسي مطلق ولا رياسي مراقب معدن ايه صاحبي ذا كان رياسي مراقب رأوا الرئيس مش يبدأ ديه مطلوق وحر ويعمل لحب رأوا فمان عقابة كما موجود في بعض ملدان العالم ملهيكة للتشريع اللي هو مجلس النواب الميزوج يكون فونتوتش المراجع ويقف عند مجرد التشريع هذا ستريزان بورتون عليش قلت لك المسألة مساملة مبدأ وكل المواقف تنجر على هذا البديل اذا ما تمش هك باش نقوله كما قال زعيم المعارضة هو مالبرح قال كل المعارضة رشد غنوش يضد كذا وكذا ولا يحكي بسم معارضة بشكل واضح وقته كما يقول زعيم المعارضة اسمه هذا المجلس يرجع ويخدم على روحه ويشرع ويعمل انا نقول الاستثناء فيه بعض مسائل قوانين توحينيا لكن الافاق بعد الانتخابات التشريعية يلزم المكينة ترجع لبقاتها وكل ما من شأن يمس بالمسار مستقبلا ويخلي السلطة التنفيذية هاي اللي تتصرف يلزم تنتجه هذا سي عبيد يخلق سوز مشاكل كانت الاولى الاولى هي انه بطبيعة الحال نقوله اللي بش يطلعه بهالهايئة المؤقتة هذي مطعون فيه والحاجة والحاجة الثانية هو انه الحل كان موجود وجاء من رئيس الهي ابيد ولي قال نحيني انا وخليهم هما ينتخبوا بين بعضهم ينتخبوا دايير يغلب خوف سيبو عسكر هو اللي يطلعه حتى من عند رئيس الجمهورية ميسل 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 بش ما نقولوش ما شو هو البديل هاي يقولت لك البديل صار مقترح للبديل معنا مش ما كانش فهم حتى أدنى بديل اليوم بيانكم بيانكم الأخير يوسف عبيد يتحدث عن تخوفات جدية من ضرب شفافية الانتخابات القادمة رغم اعترافكم بها ناتلها سابقة قلتوا فيها مشاكل شنو البديل جو ستمالي كنتوا تنجموا تطرحوه لو كانوا فهمة فهمة تشاور حتى مع المجتمع المدني وإلا كل القواء اللي عند عشر سنين الآن تخدم في الانتخابات ذكر أنه فقط انتخابات 2019 طلعت قايس سعيد وذلك كانت يظهر لي في علاقة قايس سعيد كانت شفافة ومريغلة شو البديل هو البديل والإشكال الكبير في حارة الاستثناء هو لديمارش لديمارش انه مش انجت لبيبي افك لودباك انجت اي لبيبي واحده اي لودباك واحده باش الأثار تكون أكبر المشكلة هو في السياق المضمون لك السياق اللي جي في كما قال سعبيد حارة الاستثناء حالة الاستثناء فاصل 8 بعد الأمر 117 خاصة تجميع السلطات ما فامش انسطر بوفار ني انستيتيوشنال لي حتى امكانية الطعن مجرد الطعن القضائي لا يوجد في وقت الأزمات بظل الضبابية يجب تنقص والضباب يمشي وينقشاها مش العكس البديل انه وهذه الديمارش انه عليش في كل حاجة عليش نمشي دائما الى الهدم صحيح قلنا انه فما هينات ونعترف ان هناك هينات وقلناه من لي كنا وسط المجلس مثلا وقت اللي تنحى سيم ناصر رئيس الهيئة وخرج التقارير وتقارير المزادة من وسط مجلس الهيئة قلنا ربما مش معقول مجلس نويب الشعب يعود يختار رئيس وهو ما محلش هالاشكال هناك العديد من المشكل مشكل في الهيئة الفرعية مشكلة علاقة بين الإدارة التنفيذية ومجلس الهيئة هل صار تقييم موضوعي يورينا وين الهيئة ويجرى نصلحه ذاك هو مش رفض لمجرد الرفض طبعا في حال استثنائية النجم نصلحه لكن النصلحه بهدف الإصلاح مش نمشيه هذا تقييم بانه نهده وهذا مش خاص فقط بالليزية خاص حتى بتسريبات متى قانون متى الجمعيات وين يجا نحيه كل شيء على جنب ونعم مرسوم واحد اخر يتسرب ناخذ من عندك يفضلك كلمة على الموضوع هذا اللي هو مرسوم الجمعيات المجتمع المدني على امتدات تقريبا سنوات اقترح على الإدارة أنه التنقيح يصير لكن التنقيح هوكتل يصير يصير بتشاركي وأنه فما حاجات ناخذوها من المرسوم متى 2011 ما نيش غالط 2011 هو 2011 نخليوها على خطرها مكسب ونضيفوا عليها حاجات شنو اللي صار في الاثنين مش اقترح فقط توصل الى اتفاق مع الحكومة التنسية قالتوا في جينيف أنه باش نخليو المرسوم 88 بلوس باش نحطوا 3-4 و 5 قوانين قطعية تمويل عمومي الرقابة على الجمعيات في قوانين وحدها او نعمل مجلة متى الجمعيات اليوم نفهم تسريب خرج انتي كاسا تسريب مش نحطه على جنب برك ننصفوا المرسوم هذين متى الجمعيات نحطوا مرسوم اخر نطلقوا فيه يد الإدارة فما نقطة تجمع بين مرسوم 88 والتسريب متى المشروع هذا انه كل نص هو يعكس السياق اللي موجود فيه سياق تحرري في 2011 وسياق استثنائي ماهوش تحرري في 2020 هذا هو هذا هو مربط الفرس يجي 25 جويل بشيعة البديل والانفتاح وروح تونس الثورة روح تونس الثورة تلقى روحها الآن أمام وضع ضبابي استثنائي الإدارة تعمل فيه اللي تحب وتجبد لها الكبيرتة وتقول انا نقرر وحدي ونعمل كما نحب هذه روح ثورة 2011 الإدارة المركزية اللي تقرر وحدها في كل شي الوضع الاستثنائي اي شو بيش يعمل مستنى لاحظ ما غنخلك نجملك الجملة الساعة العجز الوضع الاستثنائي يمكن رئيس الدولة المؤمن على الدستور اللي تجد بيده لاتخاذ الإجراءات الملائمة للتأسيس لتونس وحد أخرى عجبني في الحديث وراينا فيها فش نعمل فيها راينا فيها نقدموا فيها فين فين أنا أطر أنا أقول لك قانون الجمعيات تبيدوا فيه إشكال أنا أقول لك عنا مئات الجمعيات في تونس على عشرة وعنا جمعيات أتي عنا جمعيات بالله لتفهمها من جهة المشكلة المشكلة في تطبيق لا لا المشكلة في التطبيق وليس في المرسل المشكلة في تجارة وذكروا في كل شيء هو دجارة في تونس عنا ذهرة تعمل قوانين متطورة بشكل غير عادي ما يتطبق منها شيء تتعرف أنا أعملت قانون اسم محماية المبلغي وين هكا موزون طيش أنا أعملت قانون اسم الإثراع غير مشروع وانا وزير وظيفة عمير وتضارب المسائل وين هو القانون هذه القتلة كانت الطور الاستثنائي فيه مثل نورمال بعض مظاهر الاحتجاج الطبيعي جدا يجي بابا يعطي الوضع الاستثنائي مكة الرئيس هذاك هو الواقع اللي احنا فيه لننفرنش بديلاؤخر تلقى روحك بين حاجتين السابق التوانسة ما نحبش نحكي باسمهم التوانسة الكل قال صبر الأراء اللي نحكيه عليهم وانترشنوا عندهم موقف معاش رجعين لكن المشكلة كيف النس كل مع بعضها يريثهم حتى الاخرين نس كل تتواحد مع بعضها إذا يجي مشروع دستور ومشباهي نمشي نقوله الاستفتاء تقول الناس لا وتلم بعضها الناس تهبت باش تأثر في الدستور الجاي اللي يضمن مختلف الحقوق السياسية الحقوق المدنية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اللي يضمن استقلالية التغاوز مضمنا من الحوار ما وعدنا بعد الحوار لا لا مش بعد الحوار مع الصدور أول نص للدستور هدايا ولا مشروع ما تفقين تربيع ونتحسن على الوضع الاستثنائي كان مطلب وكان ننظره لكن الوضع الاستثنائي مشروط بالهدف متاعه هو العودة للسير العادي بعض لكن بخطوات أحادية وما فهمش حوار حقوق موافق توجور ونقعدوا نجري وشنية الحاجة لكن الحوار معشكون وكيفاش نقعدوا في السيرك ونقعدوا كان في الخطابات علش ما قد موش بخطوات فعلية إن شاء الله تريب روش المو بلش تريب روش المو